بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلا نتدبر في هذه الأسماء ونحاول أن نكشف شيئا من معانيها بتوفيق الله عز وجل وبمدده سبحانه وتعالى وفي هذا اليوم لعلي أقف مع اسمين عظيمين من أسماء الله تعالى الحسنى وهما اسم الرحمن الرحيم هذان الإسمان كثر ذكرهما وورودهما في كتاب الله عز وجل ولذلك من أكثر الأسماء ذكرا في كتاب الله عز وجل يقول الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ويقول جل وعلا في أول سورة الرحمن قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ويقول جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن يقول جل وعلا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ويقول جل وعلا في اسم الرحيم وكان بالمؤمنين رحيم وغالبا ما يأتي اسم الرحيم مقرونا باسم الرحمن كما في يعني الآيات الكثيرة يقول جل وعلا إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم وأيضا قال جل وعلا إنه هو التواب الرحيم قال جل وعلا إنه هو البر الرحيم قال جل وعلا العزيز الرحيم وقال جل وعلا الغفور الرحيم فنلحظ بأن اسم الرحيم يأتي كثيرا مقرونا باسم الرحمن ويأتي أيضا مقترنا أو مقرونا باسماء أخرى من اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى كما ذكرت قبل قليل وبالنسبة لإسم الرحمن الرحيم لهذين الإسمين لهما شأن كبير وفوائد عظيمة لمن تأمل الآيات القرآنية ونظر إلى سياق الآية وإلى سباقها يتضح له وينكشف له معاني عظيمة ولذلك افتتح نبي الله سليمان رسالته حينما أرسلها إلى بلقيس إلى ملكة سبأ بقوله إنه من سليمان كما قال الله جل وعلا قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين وأيضا كان الجبريل عليه السلام ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من سور القرآن لأن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم على أن البسمة لآية مستقلة نزلت للفصل بين السور واسم الرحمن أي ذي الرحمة الواسعة والرحيم الراحم لعباده ولهذا ربنا جل وعلا قال وكان بالمؤمنين رحيم وقال إنه بهم رؤوف الرحيم ولم يجأ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين فدل على أن الرحمن والذي يشتق منه صفة الرحمة هو ذو الرحمة الواسعة يرحم جميع الخلق في الدنيا والآخر وأما الرحيم فقالوا بأنه بالمؤمنين ولذلك هذين الاسمين فيهما ما يدل على كمال الرحمة التي هي صفة لله عز وجل فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والخيرات والبركات فهذه من آثار رحمته هذه من آثار رحمته ولذلك البهائم يرحمها الله عز وجل وأنزل أيضا في قلب هذه البهائم الرحمة وآثار رحمة الله تعالى تظهر في الملكوت الأعلى وفي العالم السفلي وتظهر في كل شيء بل إن رحمة الله عز وجل تظهر أيضا في أمره وشرعه ولذلك من تأمل في كتابه العزيز ولذلك لما نتأمل في بعض الآيات مثلا في قضية عجز المكلفين نجد أثر هذه الرحمة في التخفيف يقول جل وعلا إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يقول أيضا جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا الآيات القرآنية التي جاءت بذكر التكاليف نجد بأن أثر رحمة الله تعالى في هذه الشريعة ظاهرا حينما خفف على المكلفين الأمور أو العبادات التي يقعون فيها بشدة ومشقة وهذا التخفيف إما أن يأتي بإسقاط وإما أن يأتي بتخفيف إلى بدل وإما أن يأتي بتخفيف إلى تقديم أو إلى تأخير وهكذا وهكذا ولذلك هذا الإسم وهذه الصفة التي هي رحمة كما أنها ظهرت في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون كذلك ظهرت في الشرع وفي الأمر والنهي الذي أنزله الله جل وعلا وأيضا يوم القيامة يختصه سبحانه وتعالى بالرحمة والفضل والإحسان ولذلك يقول جاء في الحديث الصحيح إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة ولذلك قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ولذلك العبد كلما عظم طاعته لله عز وجل وعظم قربه من الله سبحانه وتعالى عظم نصيبه من استعقاق هذه الرحمة وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون والمقصود بأن الإنسان كلما كان ممتثلا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومنتهيا عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان أكثر فوزا برحمة الله ممن يعني ابتعد عن شرع الله عز وجل ورحمة الله جل وعلا قريب من المحسنين قال جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولذلك اسم الرحمن واسم الرحيم من أسماء الله الحسنى العظيمة الجليلة التي ينبغي لكل مسلم أن يتأمل فيها وأن ينظر إلى سعة رحمة الله وإلى عظيم رحمته بخلقه وعباده فالله جل وعلا خلقه ورحمهم وأنزل رحمة واحد يتراحم بها الناس حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشة أن تؤذيه هذا جزء واحد من الرحمة التي أنزلها الله عز وجل بين الخلق والعباد ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرأة من السبي تبحث عن ولدها حتى إذا وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يقول أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله يا رسول الله وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا الله أرحم بعباده من هذه بولدها ولذلك يعني مما ينبغي للناس جميعا أن يتراحموا فيما بينهم لأن الله رحمن الرحيم ولأن الله تعالى رحمته وسعت كل شيء ولأن الله يحب الرحمة ولأن الله أنزل رحمة أيضا هذه التي بين العباد وهي رحمة مخلوقة هذه التي بين العباد ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يرحم بعضهم بعضا وهذه الرحمة تكون مع كل أحد مع كل أحد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم غيره من الناس أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يرحم غيره ومن المرحومين إنه خير مسؤول والله أعلم وصلى الله وسلم